الدائرة X تربية زائد Y تربية ناقص 8 X يساوي 0 والقطع الزائد X تربية على 9 ناقص Y تربية على 4 يساوي 1 يتقاطعان عند النقطة A و B والمطلوب منا هو إيجاد معادلة الدائرة التي قطرها هو A B إذن دعونا نتخيل الدائرة والقطع الزائد معادلة الدائرة X تربية زائد Y تربية ناقص 8 X دعوني أعيد كتابتها على هذا النحو X تربية ناقص 8 X زائد Y تربية يساوي 0 ويمكننا إضافة 16 لكل الطرفين وأقوم بهذه الخطوة من أجل الإكمال المربع لعبارة X إذن زائد 16 وزائد 16 هذا المقدار هنا يصبح X ناقص 4 تربية زائد Y تربية يساوي 16 إذن ستبدو الدائرة هكذا هذا محور X وهذا محور Y والمركز هو 4.0 إذن 1 2 3 4 وصفر ونصف القطر يساوي 4 إذن مربع نصف القطر يساوي 16 إذن نذهب 1 2 3 4 1 2 3 4 ونستمر 1 2 3 4 إذن جميع هذه النقاط هذه النقطة وهذه وتلك وهذه ستكون جميعها على الدائرة دعوني أرسم بشكل أفضل هذه وهذه وهذه إذن الدائرة ستبدو هكذا إن هذا الرسم ليس دقيق ولكن أعتقد أنكم فهمتم الفكرة العامة هذه هي الدائرة ثم لدينا القطع الزائد X تربية على تسعة ناقص Y تربية على أربعة يساوي واحد وسيكون مفتوحاً اليسار واليمين ذلك لأن عبارة X فيه موجبة سيبدو شيء كهذا دعوني أقوم بهذا دعوني أقوم بإيجاد Y فنحصل على ناقص Y تربية على أربعة يساوي ناقص X تربية على تسعة زائد واحد وكل ما قمت به هو أنني طرحت X تربية على تسعة من كلا الطرفين وسنضرب الطرفين بناقص أربعة فنحصل على Y تربية يساوي أربعة على تسعة X تربية ناقص أربعة وهذا سيكون الجزء الموجب لكني أقوم بهذا الحل حتى نفهم خطوط التقارب Y تساوي الجزء التربيعي لأربعة على تسعة X تربية ناقص أربعة كلما X تصبح قيمتها أكبر فأكبر هذه العبارة هنا لن تعدت أهمية عندما تقترب X من ما لا نهاية ستقترب هذه من الجزء التربيعي لأربعة على تسعة X تربية هذا المقدر لن يؤثر كثيرا وسيقترب من 2 على 3X إذا كنت تتخيل الميل 2 على 3 نذهب 3 ونرتفع وحدتين للأعلى سيكون خط التقارب على هذا النحو سيقترب من هذا الخط ويماثله وسيقترب من هذا الخط هنا أيضا وإذا أردنا أن نرى أين يتقاطع مع محور X نقول Y تساوي صفر ونحصل على X تربية على تسعة سواحد إذن X تساوي زائد أو ناقص ثلاثة إذن التقاطع الموشب سيكون هنا والجانب الأيمن من القطع الزائد سيبدو هكذا وهذا يحيلنا بشكل الجانب العيسر والشيء المثيل للإهتمام أن هذه الخطوة لا تفعل شيء للدائرة والآن كما علمنا أن القطع الزائد والدائرة يتقاطعان عند النقطتين A وB إذن هذه النقطة A وهذه B في السؤال لا مطلوب مننا أن نجد معادلة الدائرة التي قطرها A B قطرها هو A B A B إذن نريد معادلة هذه الدائرة وعلينا أن نجد أين يتقاطع هذا القطع الزائد مع الدائرة وأبسط طريقة للقيام بهذا أن لدينا قيدين حل هنا دعونا نجد قيمة Y تربيع للدائرة ومن ثم يمكننا طرحها من Y تربيع هنا ونرى ما هي قيم X التي تتقطع معها ونريد قيم X هنا إذن شيء يشبه هذه القيمة قيمة Y ستكون قطر الدائرة وقيمة X0 ستكون المركز وبالتالي نحصل على المعادلة لنقوم بهذا إذن في الأعلى هنا لدينا سأفعل هذا باللون الأصفر إذن إذا طرحنا ناقص 8X وX تربيع من كلا الطرفين ستصبح معادلة الدائرة Y تربيع تساوي سأضيف لي كلا الطرفين 8X ثم أطرح X تربيع من كلا الطرفين 8X ناقص X تربيع بالتالي أكون قد وضعت هذا وهذا في الجانب الأيمن من المعادلة الآن نأخذ هذا وأستبدله بY تربيع في معادلة القطع الزائد ومعادلة القطع الزائد هي X تربيع على 9 ناقص Y تربيع على 4 يساوي 1 وأن نضع قيمة Y تربيع هنا في المعادلة أي أضع 8X ناقص X تربيع ودعونا نرى إذا كان يمكننا حل هذا حسنا إنها معادلة تربيعية مباشرة دعونا نقوم بتبسيط هذا X تربيع على 9 ناقص 2X زائد X تربيع على 4 لقد قمت بتبسيط ناقص 1 على هذه العبارات فتساوي 1 ودعونا نرى يمكننا أن نضرب كل شيء ب136 إذن 36 تقسيم 9 يساوي 4 4X تربيع ناقص هنا 72X زائد 9X تربيع يساوي 36 هاتان العبارتان يمكن جمعهما ونحصل على 13X تربيع ناقص 72X ثم نطرح 36 من الطرفين ناقص 36 يساوي 0 إذن حصلنا على معادلة تربيعية مباشرة والآن يمكننا إيجاد المحاور نجد الجذور لنستخدم الصيغة هنا X تساوي ناقص B أي ناقص ناقص 72 ويساوي 72 زائد أو ناقص الجذور التربيعي لـ 72 ضرب 72 ناقص 4 ضرب 13 ضرب ناقص 36 هذه ناقص 36 نضع 36 وتصبح هنا موجبة كل هذا مقصوما على اثنان ضرب 13 أي ستن وعشرون الجزء الأصعب هو تبسيط كل هذا حيث يكون لدينا مجموعة أشياء مثيرة للاهتمام إذن دعوني أعيد كتابة هذا الجزء 72 ضرب 72 هو عبارة عن 2 ضرب 36 ضرب 2 ضرب 36 ثم نضيف إلى هذا 4 ضرب 36 ضرب 13 ونقض الجذر التربيعي لكل هذا الآن يمكن أن نستخرج 4 ضرب 36 كعامل مشترك هذه 4 وهذه 36 وهذا يساوي الجذر التربيعي لـ 4 ضرب 36 ونعلم أن 4 ضرب 36 يساوي 144 إذن 4 ضرب 36 وهنا استخدمنا الاثنان هنا وهنا يتبقى لدينا 36 وهنا استخدمنا 4 ضرب 36 فيتبقى زاء 13 فيصبح لدينا الجذر التربيعي لـ 144 ضرب 49 وهذه مربعات كاملة ويساوي هذا سيساوي 12 ضرب 7 أو هذا يساوي 84 إذن هذا كله يمكن تبسيطه إلى 72 زائد أو ناقص 84 كل هذا على 26 وعندما نطرح 84 نحصل على شيء غير منطقي هنا ونريد أن تكون القيمة موجبة لـ X إذن لنأخذ بالاعتبار 84 الموجبة ونرى على ماذا سنحصل دعوني أقسم كل من البسط المقام على 2 فيكون الناتج 36 زائد 42 على 13 ويعادل 78 على 13 ويبدو أن 78 تقبل قسمة على 13 وتساوي 6 إذن قيمة إحداثي X هي 6 ولازلنا لا نعلم قيمة إحداثي Y فلنقم بهذا إنها سهلة الحل نضع X تساوي 6 في أي من هذه المعادلات هنا نحصل على Y تربيع يساوي 48 48 ناقص 36 ويساوي 12 الجذر التربيعي لـ 12 هو قيمة Y ويمكننا تبسيط هذا الجذر إذا أردنا ذلك لكننا نعلم أن النقطة 6.0 جذر التربيعي آسفة المركز هنا 6.0 لكن التقاطع الفعلي سيكون 6.0 موجب الجذر التربيعي لـ 12 وهذا سيساوي 6.0 سالب الجذر التربيعي لـ 12 هذه النقطة 6.0 هي مركز الدائرة إذن ما معادلة الدائرة الجديدة؟ ونحن نعلم أن المركز هو 6.0 دعوني أكتب هنا المركز 6.0 إذن X ناقص 6 تربيع زائد Y ناقص 0 تربيعي يساوي مربع نصف القطر فما هو مربع نصف القطر؟ نصف القطر عبارة عن هذا الخط هنا ويساوي نقطة التقاطع Y وهي الجذر التربيعي لـ 12 الآن هذه تساوي مربع نصف القطر إذن 12 إذن المعادلة X ناقص 6 تربيع سنرى أي شكل ستمثل X تربية X تربية ناقص 12 X زائد 36 زائد Y تربيع يساوي 12 ويمكن أن نطرح 12 من الطرفين ناقص 12 ونحصل على X تربية ناقص 12 X زائد 24 زائد Y تربيع يساوي صفر ولنرى أي من الخيارات يتطابق مع هذا دعوني أنسخها ثم ألصقها هنا سألصقها في الأعلى هنا ولدينا هنا X تربية زائد Y تربية ناقص 12 X زائد 24 وهذا يشبه الإجابة A X تربية زائد Y تربية ناقص 12 X زائد 24 نعم إجابتنا هي A